اشتركوا في القناة وقرر اعتبار تلك الخطوات انتهاكا للقانون الدولية ومن المقرر ان يصدر اعلان الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين المقبل على شكل بيان باسم وزير خارجية الاتحاد بعدما عرقلت النمسا وهنغاريا مشوع قرار باسم الاتحاد الاوروبي نفسه علما بان اعلان باسم الاتحاد يتطلب اجماعا بين الاعضاء رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيا اكد ان القيادة الفلسطينية ستكون بصدد اتخاذ قرار مفصلية وتاريخية لمواجهة قرار الضم في حال تم اعلانه اما الاردن فدعا دول الاتحاد الاوروبي الى التصدي لمخطط اسرائيل مؤكدا ان ذلك سيقود حل الدولتين ومشددا على اهمية دول الاتحاد الاوروبي في جهود التصدي لاي قرار اسرائيلي بضم اراض فلسطينية محتلة كما اشار خبراء الى ان هذه الخطوة قد تدفع الاردن الى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعتها مع اسرائيل في العام 94 في حال اقدمت على ضم غور الاردن الذي تتشارك معها الحدود من جانبها حذرت الامم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجارك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوديريش من ان اي اجراء اسرائيلي احادي الجانب خاصة ضم اراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيلحق ضررا بمبدأ حل الدولتين وجاءت تصريحات دوجارك ردا على اسئلة الصحفيين بشأن موقف جوديريش من تصريحات ادل بها وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو الاربعاء في اسرائيل زعم فيها انه من حق اسرائيل ومن واجبها ان تقرر فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو قد وعد بفرض السيادة الاسرائيلية على غور الاردن المنطقة الاسراتيجية التي تشكل ثلاثين بالمئة من مساحة الضفة الغربية وبحسب صفقة نتنياهو وباني جانس يمكن ان تمضي الحكومة الاسرائيلية الجديدة قدما في عملية الضمة اعتبارا من يوليو تموز على ان تتشاور مع الادارة الامريكية التي اشارت الى عدم وجود اعتراضات لديها ترجمة نانسي قنقر